وعليكم ورحمة الله وبركاته زي كبنات عاملين ايه يا رب كنوا بخير وجعل ساعات الدنيا كلها بين ايديك وتحت رجليك يا رب انا امل ودي قناتي لو قول مرة تشوف القناة يا رب سرعة تنزلت شرفيني وتنورين تشتركي في القناة لان شرف لي وجودك معي ما تنسيش تفعليه للزرار الجرس من الكل وكمان تضغطي لايك بايديك الحلوة دي ايوم جديد ورتين جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بس قبل ما دارتين كالعادة ننزل نصلى عنها بعليه يا فضل الصلاة والسلام وما ننساش ندعي لاخواننا ان رب نانسرهم نسم عزيز اللهم امين يا رب العالمين وكالعادة لو معرفناش نكبر الخاطر فما نكسرهش تعالوا النهاردة بقى هنعمل وصفة جميلة جدا والبيت بصوا البيت ما بيستغناش عنها آآ يعني جاي معاك في اي اكلة آآ هتعمل اي اكلة هتحط الطبق من ده بتنجان المخل يا بنات سواء ابيض او اصمر بطريقة سهلة وبسيطة هنسلقه وهنعمله بصه فتاكات وحركات امل حاجة تانية اول حاجة انا جبت البتنجان وزي من شايفين كده قطعت اي غسلته كويس وشلت الامع بتاعه من فوق وبعد كده يا بنات سيبته يعني يصفة شوية بعد كده جبت حل على النار زي من شايفين كده حطيت ملح وكمون وخل آآ وطبعا التلات قرون شطة ويعني ايه لمونتين كده اسمهم نصين وحطاهم برضو وهعمل برضو ايه عصور لمونة بصوا البتاعة دي يا بنات او الميا ديا اللي هنسلق فيها البتنجان بجد حاجة كده جينان والله العظيم جينان يا بنات اعملوها بالطريقة دي وانا عملت معاكم الفيديو اللي فات اللي هو الهارست الشطة آآ بجد بقى انسي اي حاجة انا بستخدمها بسم الله ما شاء الله تبارك الله طريقتها جميلة جدا وحاجة كده جنان بمعنى كلمة جنان اول حاجة كده الميا كانت غلط شوية فانزلت طبعا بالبتنجان وهي هسيبه يغلي بقى ويستوي بصه هنسيبه يستوي يستوي كده لحد ما يقرب بصه ان هو خلاص اتهارة آآ ليه بقى يا امل طبعا الميا انا بقيت اشيل آآ من الميا لان كان كمية البتنجان كبيرة وكده فانا كنت مكترة ميا فكان لازم اشيل آآ اعد كده اشيل الميا طبعا انا بوريكو انا فتحها ازاي زي ما انتو شايفين كده شقاها كده آآ زي ما انتو شايفين يا حبيبي آآ طبعا بتنجان بقى حاجة كده جميلة جدا في البيت آآ في فطار بدا ما نشتريه من بره انسي بقى المحلات انسي المطاعم انسي اي حاجات من دي وادعمليه معايا والله تكات وحركات بقى ما فيه بعدها وطبعا الميا بتاعتها ده الميا بتاعته دي هناخد منها برضو وبصوا هتخلي البتنجان زي العسل آآ جربول الاخر وشوف يا بنات بقى انا عايزة رأيكو جد تكتبهوا لي كومنتات كده. المهم هنا كان استوى كان قرب داخل على التسوية وكده. فزي ما انتو شايفين كده بعد ما خلص سوا طبعا قررون الشطة ديا. ده مهر يا بنات. مش لازم لا ما يبقاش جمد من جوه. لا مهري. آآ وطبعا هنعمل له الدقة بتاعتنا الجميلة اللي انا كنت عاملها لهارست الشطة. بصوا بقى حاجة كده يا بنات. شايفين عامل ازاي? والله العظيم. حاجة كده جنان والله. جميل جدا طعم طعم وريحة. بصوا بقى يعني اكلوا وادعوا لي. اعملوا بالطريقة دي. بالطريقة دي وكلوا وادعوا لي. حاجة البيت مفيش احلى منها. مفيش اجمل منها. حاجة البيت كلها بتبقى حاجة معمولة بضمير. عن اي حاجة بتتعامل برا. معمولة بضمير. معمولة بنظافة. معمولة بمجهود. معمولة باخدة حقها في كل حاجة. آآ عارفين ان الحاجة ديا لازم تتخدم كويس. لازم تتعامل كويس. عشان صحتنا. عشان صحت عيالنا. عشان بصوا عشان حاجات كتير قوي. ان رب نراعي ربنا في حاجتنا. انا طبعا مش بقول المحلات كلها بس معدش معدش ضمير يا بنات. اعملوا حاجتكم في البيت. المطاعم ذات نفسها معدش فيها ضمير. آآ الله اعلم روحي قبل ما يعملوا البتنجان ده. روحي كده بيشوفهم بيخسلوه ازاي بيعملوه ازاي. انا مش يعني في ناس مجتهدة وربنا يسلح لهم وفي ناس من نظيفة جدا بس في ان بس الاغلبية مش آآ ما بتبقاش حلوة يا بنات. المهم زي ما انت شايفين كده صفيته كويس. وطبعا اللمون بتاعه انا مش هرميه. آآ وهنا الشطة برضو. طبعا جبت هرست الشطة. طب انت هتحط الشطة بس يا امل. ايوة. ايوة. ايوة حط كمان آآ خل عليه واحط زيت. هرست الشطة دي يا بنات حاجة كده اعمليها آآ اعمليها بطريقتي والله هتدعي لي. والله هتدعيولي وكل لما البتنجان بعد كده يعني اقول ايه طبعا انا بحطه هو سخن. يعني ما كانش برد يعني كان كان لسه سخن يعني ما كانش بارد قوي ولا ولا سخن قوي. يعني كان حلو. انا سيبته شوية بس بس لسه بخار منه البخار بيطلع منه بس هو حلو. المهم ان انا قادرة امسكه يعني. قادرة امسكه وحشي احطه فيها الحشوة وكده. آآ التدبيلة بتاعته دي. آآ بجد والله بنات حاجة كده اجنان. اعمل حكتك في البيت. اللي حكت البيت مفيش احلى منها. حكت البيت مفيش اطعم منها. آآ البتنجان ده من الحاجات الجميلة جدا. وطبعا هارسة الشطا احنا اخد منها كويس. عاملين كل حاجة فيها بضمير. بصراحة يعني عاملين كل حاجة بضمير. انتو فهمين يعني اياه? عاملين كل حاجة بضمير فيها. الحاجة كلها نظيفة. انا ضمنا ان الحاجة اها كلها وانا مغمضة. وطبعا انا بحشيها الحشوة دي طبعا لو هارست الشطة معاك مش مملاحة قوي. بتضيف ملح كمون. الحاجات بتاعت لان هارست الشطة بتحب الكمون. والبتنجان بيحب الكمون برضو بحب الحاجات دي. المهم زي ما انتم شايفين كده ايه يوم يومي عالجمال. طبعا بوريكم هارست الشطة وبوريكم البتنجان المخلل. وطبعا هحطه في العلبة بقى. اتمنى بقى ان انت تحطوا اللايك الجميل. وتشترك في القناة لو انت مش مشتركة. وتفعليه لزرار الجرس من الكل عشان يمسلك زغرات هتقولك من بيت امن نزلت فيديو. طبعا انا حطته هنا في العلبة. وهنحط من المية بتاعته يا بنات. هنخد كده كرنيب من المية. وتضيفي شوية زيت. بصوا بقى هتاكلي وهتدعي لي والله العظيم هتاكلي وهتدعي لي. والله اللقاء في فيديو جديد والسلام عليكم.